اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظامنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكبروه وتسبحوه بكرة واصيلا إنا لين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأبسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضروا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مبورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلبتم إلى مظالم لتأخذوها ذرون وانا اتبعكم ذرون وانا اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فستفولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفضرون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قلي بأس شبيب قلي بأس شبيب تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل ويعذبكم عذابا أليما ليس على أعما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المنير بحراج ومن يبع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومضانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مضانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أين لن ناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فعجل لكم وأخوة لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو طعت لكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجبون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببضل مكة من بعد أن أغفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ولولا هاركان مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عروة بغير حين ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لأن ابن الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزنهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علينا اشتركوا في القناة